الجيش العربي السوري يكبد تنظيمات تكثيرية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في رمايات دقيقة على تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم في ريف السويداء الشرقي حيث أدت عملية نوعية للجيش في بلدة المفطرة إلى القضاء على عدد كبير من إرهابي تنظيم داعش وتدمير عربتين لهم إحدهما مزودة برشاش وليس بعيدا عن السويداء فقد أدت ضربات الجيش إلى سقوط قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين في محيط تلة لفعيلة على الأطراف الغربية لمدينة درعا في وقت وجهت وحدات أخرى ضربات مكثفة على مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال تحصين في محيط مقبرة البحار بدرع البلد ما أسفر عن سقوط أغلبية أفراد المجموعة بين قتيلا ومصاب إلى ذلك تصدت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لهجوم إرهابيين على إحدى النقاط العسكرية في تل بزاق على محور مسحرة في الريف الشرقي للقنيطرة وذلك بعد اشتباكات عنيفة انتهت بمقتل العديد من أفراد المجموعة الإرهابية من بينهم أحد متزاعمي ما يسمى ألوية صلاح الدين وإصابة آخرين وفي ريف دير الزور وبعد إيقاع وحدات الجيش أكثر من ستين قتيلا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في عدة مناطق نفذ الطيران الحربي غارات طالت تحصينات ومقرات للتنظيم الإرهابي في المريعية جنوب غرب المدينة والإبغيلية والجنينة بالريف الغربي وجنوب البانوراما إلى الجنوب الغربي من المدينة أسفرت عن تدمير ثلاثة مقرات للتنظيم وعدة آليات وعربات محملة بالأسلحة والذخيرة